أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قيام السلطات الإسرائيلية باستماح بتظاهرة استفزازية لليمين الإسرائيلي فيما يعرف بمسيرة الإعلام في القدس المحتلة وأكد أبو الغيط أن مثل هذه الأفعال المتهورة التي تجري تحت حماية الحكومة الإسرائيلية وبمشاركة من بعض رموزها إنما تصب الزيت على النار وتدفع بالأوضاع إلى حافة الانفجار في الأراضي المحتلة مشاددا على أن استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بقيادة وتشجيع من الحكومة اليمينية وأعضائها يمثل استفزازا لمشاعر العربي والمسلمين باعتبار ذلك يمس واحدا من أقدس الأماكن لديهم